موسيقى انتهت قضية احتضان طالبة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة المنصورة المصرية بتدخل الأزهر لحسم الملف فقد ظهر مقطع فيديو تدوله نشطة على صفحات التواصل الاجتماعي مطلع الشهر الحالي بدى فيه شاب يشث على ركبتيه ويحمل باقة من الورد ويقدمها لصديقته ثم يقوم بمعانقتها داخل حرم جامعة أخرى في المنصورة وأشعل هذا التصرف وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كثر عن غضبهم من هذا التصرف فيما أيده البعض ومع مطالبة العديد من الأشخاص بطرد الطالبة قرر مجلس التأديب في المنصورة فصل الطالبة بالفعل لكن مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر وفي جلسة طارئة أول أمس على الثنين ألغى قرار مجلس التأديب وخفف عقوبة الطالبة بالاكتفاء بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام فقط وذلك حرصا على مستقبلها التعليمي بحسب قوله وأشار المجلس إلى أن الطالبة أبدت أسفها الشديد عما بدر منها وتعاهدت بالالتزام بأخلاقيات طلاب العلم وقيام المجتمع وسبق موقف المجلس موقفا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي طالب بإعادة نظر في العقوبة التي تم توقيعها من قبل مجلس تأديب الطلاب بالجامعة بحق الطالبة بالفعل لإقدامها على تصرف غير مقبول خلال تواجدها خارج مقر الجامعة بما يمس تقاليدا الدينية وشرقية ودعا شيخ الأزهر مجلس تأديب الأعلى للطلاب بالجامعة إلى أن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة والحرص على مستقبلها التعليمي وأن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات أما الطالب فلم يتم التوجه له في أي قرار بعد على الأقل لحد هذه اللحظة سرائيك أمين هذا الموضوع يعني الفترة عم بتم تداوله على موقع التواصل إخيرا كان التدخل الإجابي من الأزهر وسرائيك يعني هو في حد ذاته التدخل أي اعتبر إجابي ولكن أنا أكثر جملة وعنها اللفتتني وسمعتها في برشة وسائل عنها وحتى برشة ناس قالوا على التواصل الاجتماعي وعد فكرة أنه حرصا على مستقبلها التعليمي وكأنه مستقبلها التعليمي وصلت هي فعليا خسرت سنة جمعية يعني أنا معاني حتى لو تخفت العقوبة أنه تتحرم من امتحانات السميستر الأول حرصا على مستقبلها التعليمي نظرا إلى حاجة كما هكذا أنا صراحة شخصيا نستغربها جدا لأنه هذا ما عنده حتى علاقة بالتعليم بمستقبل التعليم التعليم أنه الناس معناها تدرس وتشتهد وتتعب وتسهر الليل مش تنجح إذا هي عندها قدرات أو عندها كفاءة في الشيء اللي هي تعمل فيه مش لأنه معناها أنه شاب عمل إلا سوربريز فهذا في حد ذاته نستغربوه إذا نحكيوا على هاشتاغ عشر أسنين تشالنج ظهر لي أحنا مزلنا موصلناش للعشر أسنين معناها أنه تطورنا فيه نظرا إلى أنه مجتمعاتنا تطورت مراشة لمشكلة كما هكا أنه قد ملا باقة وارد أو أنه تعبير عن حب هذا تعبير عن الحب طلب يد أي تعبير عن الحب يوصل إلى قضية رأي عام في حد ذاته غريبة يعني نسينا القضايا الأهم ديما في مجتمعاتنا عنا منها بدرجة كبيرة وعدوا عذرا على الإطالة ننسيوا الحاجات الأهم ونركزوا في الحاجات اللي ما عندها حتى علاق فستين ووحدة سوربريز يعني بالحق غريب معناه صحيح غريب جدا ويمكن إذا بنا نشوف فيك الموضوع نطلع منه شوي زوم آوت ونشوف أنه هو فعليا ويعني كما جاء بنص العديد من البيانات اللي صدرت عن الجامعة وغير جهاد أنه في نوع من تحريم للحب ما بعرف يعني ما هي هذه الجريمة اللي بعضها بالطال الشباب يعني العصر الإسلامي كان فيه الكثير الكثير من الشعراء يلي حكيوا عن الغزال وحكيوا عن الحب وحكيوا عن الغرام يعني العديد منهم صحيح خاصة يزيد بن معاوية وهو الخليفة الأموي الثانية يعني عنده قصائد في الحب بعضها لليوم اليوم بيغنوها أحنا بحاجة إلى حب في حياتنا إذا كان جاء عنا حب الحق بيناتنا الكل رانا لابس علينا المجتمع العربي الكل ولكن بما أنه الحب عنا هو جريمة أو تبو فمزلت عنا برشة أسألة لازمنا نلقاولها أجوبة قبل ما نوصل إلى حاجة كما عكسلها شكرا أمين شكرا لك نصل إلى فاصل جديد نكون بعده مع ضيف مع الخبر انتظرونا شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة